من جديد يسعى داعش لاستعادة قوته في العراق حيث قالت الشرطة ان مسلحين مجهولين قتلوا ما لا يقل عن 11 شخصا واصابوا ثمانية اخرين من بينهم جنود في هجوم على موقع للجيش العراقي غرب بغداد بدورها ردت القوات الامنية على مصادر النيران ما اوقع اشتباكات بين الطرفين واعلنت خلية الاعلام الامني مقتل واصابة سبعة اشخاص في عملية ارهابية في منطقة ردوانية ببغداد وذكرت الخلية في بيان لها ان مجموعة ارهابية مكونة من اربعة اشخاص قامت في ساعة متأخرة من ليلة امس بالتعرض لنقطة للصحوة في قرية البلاسمة في منطقة ردوانية وقالت مصادر بالشرطة ان قوات الجيش والشرطة بدأت عملية بحث عن المهاجمين جاء الحادث عشية عملية امنية اطلقتها القوات العراقية لتعقب فلول تنظيم داعش في سلاسل جبلية بمحافظة صلاح الدين شمالي العاصمة بغداد واعلنت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان لها ان قوات الشرطة للتحدي والرد السريع تمكنت خلال العملية من العثور على عدد من الانفاق والاوكار وتدميرها واربع عشرة عبوة ناسفة كما عثرت القوات على منصة صواريخ